ازاي تواعي ابنك او بنتك لو اي حد غريب في اي موصلة عامة حط ييده عليهم انا مين عادل وداربي الدفاع على الناس ازايكم عاملين ايه اخباركم ايه يا رب تكونوا كلكم كويسين وكلكم دايما بخير لو انا دلوقتي يا ميرولا لو انا قاعدة في اي موصلة لو انا قاعدة في اي مكان ينفع حد غريب يقرب مني قوي كده ويلزق فيه اعمل ايه هقوله في الاول ايه بعد نفسك طب لو هو استعبط ودخل كده اكتر من كده وحطي ايده هعمل ايه حشد كده ابعده او ممكن اضرب ازاي ممكن اضرب هنا في الوش بالراحة قلبي قبيل بالراحة احنا بنشرح للناس مش اكتر من كده انا لو جيد الوقتي حد تطاول ودخل في المساحة اللي هي اللي انا قاعد فيها زيادة عن اللزوم وحطي ايده مثلا بالشكل ده كده اهو اسهل حاجة ممكن الطفلة او الطفلة لو لأوا ان هو ده خلاص ده متمادي بكوعي اضربه على طول في دقنه بمنطقة البساطة هضرب في دقنه من غير ما نوصل الدربة يا ميرولا وريني هتعمليها ازاي كده بالكوة واضربها هنا في الوش وريني كده اهو اقوى اقوى اهو اوي برافو برافو حلو مصدقيني خلاص تمام اقدر اعمل كده ممكن كمان لو انا في ايدي زمزمية اي اداة زي دي هتدي كده يا ميرولا اقدر ان انا استخدمها ازاي بدنا نضربها في وشه يعني تعالي كده ممكن لو انا في ايدي الزمزمية بتاعتي حطي ايدك كده كابتن احمد ممكن اضرب كده لو ضربت كده دي برضه هتقذي تضرب في الوش تمام اعمليها بس بالراحة اه دي كده بالراحة فازاي نقدر بنخلي اولادنا ممكن في ادوات معاهم يحولوها لاسلحة او لاادات حماية فبرده في اي حد ممكن يتعدى عليهم موضوع المواصلات ده ناس كتير جدا سألتنا عليه وقالونا ازاي ممكن نعرف نتصرف فيه لو حد بقى غرض انه هو يتحرش لو حد انه هو يتعدى لازم نخط دايما حدود لولادنا انهما ما ينفعش اي حد غريب يتطول معاهم في الهزار في المسافات في اي حاجة ممكن يقدر يقرب منهم بالشكل ده وينفعش ولا ينفع ان حد يعمل لي كده يا ميرولا هينفعش طب هم انا اعمله ايه لو اعمل كده بس كده خلاص قلبك عبيد بس تضربين طيب خطي بقى الزمزمية دي هنا اضربت انت تمامي تضربين هنا كمان ليه انا مقربتش لا انت الخلامي انا الحلامي طيب لازم اخلي ابني او بنتي يبقى عنده دايما رد فعلي تلقائي ما يفكرش اول ما حد يقرب منه لو ما جايش في الاول بالكلام يا ميرولا هقوله في الاول ايه هقوله ابعد نفسك صح او بايد لكن لو هو تطاول وحطي ايده على طول ده لازم يكون رد فعلي اتمنى اكون قدرت افيدكم اولوبا معلومة بسيطة نقدر نوعي بيها اولادنا في اي موقف خطر يتعرضولو اللي قدر الله ونكون مبسوطين بمتابعيتكم لنا على الفيسبوك واليوتيوب وما تنسوش الصور وكواليس الحلقة دي تلقوا على الانستجرام بااااااااااا